على خارطة الانتصارات حجزت تعز موقعا ملموسا في الجبهة الشرقية وريف المحافظة أيضا رسالة واضحة لمن يواصلون استهداف المحافظة وصلت أم لم تصل بعد الأهم هو أن التعامل بالقوة مع هذه المحافظة ليس له من سبيل وقبل أن يكون الوطن شارعا تسير عليه تقول تعز اليوم يجب أن تكون سرت فيه الكرامة قبلك أيضا وهو ما يسطره الآن أفراد الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية تحولت المدينة إلى ما يشبه الجحيم وفاضت الجبهات بمقاتليها خصوصا في الجبهة الشرقية والشمالية الشرقية حيث دارت المواجهات فيها في أكثر من حي وعلى أكثر من اتجاه على وجه الخصوص في محيط القصر الجمهوري الذي تتخذه الميليشيا مستودع إمداد رئيسي لعناصرها كان سير المعركة الطبيعي أن تنحدر المواجهات من الأعلى حيث المركز الثقافي ومدرسة عقبة ومدرسة النجاح حتى المستشفى العسكري ومن ثم تتجاوز قليلا إلى قرب معسكر التشريفات وهو مربع أغلب المقيمين فيه قادة عسكريون يتبعون الرئيس المخلوع وموالون عملوا طيلة فترة حكمه على إخضاع الحياة في المدينة لسلطتهم ومؤخرا تحولوا بفعل الحرب إلى مشاريع قناصة وميليشيا دمرات الحياة العبور هنا لا يتطلب استسهال المسير فالركض مطلوب أيضا ليس فقط لمجامع وإنما حتى بشكل فردي لأن السرعة أحيانا وإن كانت للنجاة هي أيضا إشارة لتحقيق الانتصار المتسارع كما حدث خلال الساعات الماضية 72 ساعة حتى الآن أضرم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية النار في معاقل الميليشيا معقلا بعد آخر وهو ما دفع المدينة الموجعة لفك لغز القناصة المنتشرين في الأحياء والتعامل معهم بحزم وتخليص أغلب المواقع منهم في صالة وثعبات وحي العسكري بينما تقول المصادر أن الجيش الوطني يقوم بتمشيط هذه المواقع وتأمينها تباعا لتنتقل المعركة إلى تبة السلال التي تتمركز فيها الميليشيا وتقصف الأحياء منها في الجبهة المؤمنة أو المفتوحة يخوض أفراد الجيش الوطني معارك ضارية وبوتيرة عالية فالحفاظ على الانتصار يتطلب جهدا مضاعفا أكبر من الانتصار نفسه إن لم يكن هو الفاصل أساسا والفصل الأخير من المعركة الطريق إلى المرحلة القادمة هنا واستكمال تحرير المحافظة يأخذ جديته من الحفاظ على هذا الإنجاز لذلك ستشكل هذه المعركة رافدا هاما لتخلص ما تبقى من الجبهة الشمالية والشمالية الغربية من الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع وهو ما استشعرته المحافظة بكل مكوناتها المختلفة لتجد تعز نفسها وحيدة في مواجهة هذا المشروع الإجرامي ولذلك لم يكن أمامها سوى الوقوف بكل حزم لمواصلة طريق الخلاص اشتركوا في القناة